سلام عليكم وعلاكم ورحمة الله من اسكيب والنهاردة بديم لكم حلقة مناشة تخبار جديدة واكيد هنبتدي ان احنا نتكلم في اول حلقة كده عن بلاي ستيشن فايف برو خلاص تم الاعلان عنه بشكل رسمي واكتر حاجة غريبة جدا في وسط كل الكلام اللي احنا اسمعناه النهاردة عن الجهاز اه ان ممكن نقول ان الاشعاعات كلها طلت صح احنا من ديسمبر اللي فات تقريبا واحنا عمليين نشوف تسربات للمواصفات التقنية والموضوع انتهى بينا في الاسابيع اللي فاتت ان احنا كان عندنا مسرب رسم كده رسمة بايده للجهاز وبرضو حتى الرسمة بتاعة الجهاز اللي هو قدمها طلعت شبه الجهاز بالزبط وما فيش حد يساب لنا اي حاجة ان احنا ممكن نقول ان احنا نتفاجئ بها بس في كلام كتير طبعا احنا ممكن نتكلم عنه ونبتدي كده بالمواصفات التقنية بتاعة الجهاز نفسه عشان ما ضايقاش وقت كتير جدا في التفاصيل اللي ممكن تكون ليه علاقة بالمواصفات والترددات والكلام ده الجهاز اكتر حاجة تغيرت فيه طبعا هو المعالج بتاع الجرافيكس او كرت الشاشة او جي بي يو هما زودوا عدد الكمبيوت يونيتس اللي موجودة في الجانب ده من الهاردوير بتاع الجهاز عشان يقدر ان هو يدعم تشغيل احسن والتقنية بتاعة او اللي بتتمط الصورة الخاصة بالبلاي ستيشن اللي اسمها بي اس اس ار او بلاي ستيشن سبكترال ريزولوشن ومفروض ان برضو فيه تسريع للزاكرة بتاعة الجانب ده من الهاردوير بتاع الجهاز لكن لو رحنا للبروسيسور او السي بي يو بتاع الجهاز نفسه هنلاقي ان هو نفس الاداء هو ما تغيرش ودي حاجة انا اول ما تأكدت منها انا استغربت منها شوية المفروض انك انت لما بتعلي الاداء بتاع كارت الشاشة او الجي بي يو والبروسيسور بيفضل زي ما هو من ممكن انك انتها تتسبب في حالة عنق زجاجة ممكن تبديد انها تحصل او الحالة تبوتل ناكينج ذات نفسه ما عرفش هما يتعاملوا مع حاجة زي دي ازاي هل هما هيستخدموا موضوع الابسكيل الجديد اللي هو اللي اسمه بي اس اس ار ده او عشان ان هو يعوض الموضوع ايه بالزبط انا معرفش لكن احنا من التسريبات ويمكن حتى انا من ساعة لما انا كنت تكلمتكم عن التسريبات في فيديو نزلته فيديو اخبار كان بتاريخ ستاشر ديسمبر اللي فات وانا كنت يقول لكم ان الجهاز كان يوحي بشكل جبير جدا من التسريبات ان هو موجه للتقديم احسن تقديم تقنية مط جديدة انا مش متأكد كنت تكلمت عن تقنية مط ولا لا بس كان واضح ان هما عاوزين يخلوا الاداء بتاع نفسه يكون احسن من بلاي ستاشن فايف العادي لكن لما هما تكلموا عن التفاصيل فيديو كان مدته تسعة دقائق فحتى مارك سيرني اللي هو مهندس بتاع الجهاز نفسه اا ما داش تفاصيل كتير زي ما حصل قبل كده مع بلاي ستاشن فور برو او حتى بلاي ستاشن فايف لما كان عمل محاضرة تقنية عن الجديد اللي كانوا مقدمينه في الجهاز اا فانا ما خدتش معلومات كافية عن البي اي اس اس ار انا كنت مهتم جدا انا اعرف التقنية دي هيقدموها ازاي التقنية واضح جدا من كلامه انها تكون معتمدة على الهارد وير عشان كده هما زودوا الكمبيوت يونتس الموجودة جوه الجهاز فلو اي حد مستني ان التقنية دي تشتغل على بلاي ستاشن فايف العادي للأسف شديد مش حاجة زي دي مش هتحصل مفيش الكمبيوت يونتس الكافية في بلاي ستاشن فايف العادي لانها تدعمها على حسب اللي هما بيقولوه والتقنية نفسها هما ما تكلموش هيبتشتغل ازاي ولا عارضوا ممكن اقول ااا فيديوهات او صور او اي حاجة تخلينا ان احنا نقدر نشوف التقنية نفسها جودة الصورة بتاعتها عاملة ازاي حاجة زي كده مفروض ان هما عايزين يعملوها تقريبا عشان يبطلوا ان هما يستخدموا الاف اس ار انا اعمل الالعاب اللي انا لعبتها على بلاي ستاشن فايف للأسف لما بنروح على البرفورمنس مود دايما بيكون في جودة الصورة ممكن تكون مش مرضية قوي دايما حتى في المراجعات بيقولوكم ان جودة الصورة مثلا في العاب زي فينال فانتيس سكستين او سيفن ريبيرز او حتى انا مش متزاك اه مثلا ستار وورز جي داي سيرفايفر كان فيه زي ما تقولو حد دهن الشاشة كده بتفازلين فهما مفروض ان هما عاملين البياس اس ار عشان ان هما يستخدموا مسلا الاف اس ار او حاجة زي كده لكن ما وضحش اه ايه مدى استخدامها ايه الالعاب اللي احنا ممكن نشوف التقنية دي من خلالها يعني من رأيي ان هما زحلقوا الموضوع وما اتكلموش عنه كتير يمكن من الحاجات اللي انا لاحظتها واللي كنت مستغرب منها ان جزء كبير من الالعاب اللي هما كانوا بيعرضوها برضو العاب من جيل اللي فات او العاب مشتركة ما بين جيلين زي مثلا The Last of Us 2 او لعبة زي Horizon Forbidden West فيمكن انا كنت افضل ان انا اشوف ان هما يعرضوا العاب جديدة ويبتدوا من خلال عرض الالعاب الجديدة دي يتكلموا عن الجهاز نفسه اا بعد كده يعني مفيش حاجة تانية الواحد ان هو يقول طبعا موضوع الساعة هنجيله بس في نقطة ممكن تكون مهمة جدا انا بالنسبة لشخصيا انا زي ما كنت لتلكم في الفيديو اللي فات موضوع المواصفات التقنية للبلاي ستيشن 5 انا مش مهتم بيها اا للبرو تحديدا انا مش مهتم بيها خالص ااا لكذا سبب ااا اول سبب هو ان للأسف النقاش حوالين المسائل التقنية اللي تخص الاجهزة الجديدة اا من ساعة الفين وعشرين وحتى يعني مع الجهاز الجديد يعني لسه ما شفتش بقى مناقشات حوالين الجانب التقني او يمكن لما الجهاز ينزل بقى والالعاب والتحليات التقنية تطلع نبتدي نشوف النوع ده من النقاشات اللي انا شخصيا بشوف انها النقاشات بيزنطية ما بتكونش مفيدة بيكون الشخص اللي قدامي دايما عاوز يسمع اا صدى صوته وخلاص فانا بصراحة لو بسط للجانب سلبية ادعاية طاعة من ساعة البلاي ستشن تري عشان انا بصراح معاكم من ساعة البلاي ستشن تري انك انت تبتدي تتكلم في الامور التقنية ويبقى فيه ممكن اقول اقلية صوتها عالي بيبتدي ان هم يتكلموا عن المساء التقنية دي وهما مش فاهمين عنها اي حاجة زي مسلا اللي كان بيحصلوا على موضوع وفي ناس كم بيتعاملوا مع على انه هو تريبا اللي بيشغل كل حاجة في الجهاز اول موضوع اللي انا كرهته حقيقة وهو التيرافلوبس وعدم فهم التيرافلوبس دي معناها ايه وازاي انها بتختلف ما بين كل جيل والتاني من المعالجات الموجودة جوه الاجهازة دي فالفانب هو من ثلاثة حوالي الموضوع ممكن اقول انها خلت الشغف الواحد في النقاش حوالين المواصفات التقنية ممكن يكون قل لكن الامر المهم جدا ولا انا شايف هو السبب الرئيسي ان دايما ان الكلام حوالين مواصفات التقنية اول ما الاجهازة بتتم الاعلان عنها آآ بيكون كلام على الورق ولما بنشوف آآ اللي ممكن نشوفه في النهاية مع المنتج آآ نفسه من لعبة احنا بنلعبها بنلاقي ان الموضوع بيكون مختلف انا مش قصد ان اقول ان فيه تضليل احيانا ممكن يكون فيه تضليل بس في الغالب ما بيكونش تضليل لان احنا بنتكلم عن المنتج اللي طالع في الاخر ده الظروف بتاعته اللي هو تعمل من خلالها ممكن تكون مختلفة عن آآ ممكن نقول الظروف الافتراضية اللي هما اتكلمه من خلالها عن المواصفات بتاعت الجهاز اول ما تم الاعلان عنه فاحنا على سبيل المسلسات لما تم الاعلان عن البلاي ستشن فايف والايكس ماكس سيريس آآ اكس كان الاكس الاول يعني طبعا ناس كتير جدا كانوا متوقعين ان الاجهزة دي هتشغل الالعاب فور كي نيتف ستين فريم لكن آآ باراية المواصفات ومقارنتها مع آآ الهاردوير اللي موجود فعليا مثلا على جانب البي سي يوضحنا ان احنا كنا قدام اجهزة ميد رينج آآ مقارنتها بالهاردوير الموجود ستين الفين وعشرين وتشغيل فور كي ستين فريم ممكن يكون سيناريو مش واقعي الموضوع حتى صعب جدا انك كنت تشغل فور كي ستين فريم وفور كي نيتف على البي سي فما بالكم باجهزة ممكن تكون متوسطة فالواحد كان مقلل توقعات شوية من ناحية ان احنا مثلا نشوف ريزوليوشن مثلا اه تو كي اه والالعاب تكون مثلا شغالة بشكل نيتف عليه لكن فجئنا بقى مع الوقت ان احنا بنشوف العاب ابتدت انها بتنزل مثلا لفول اتش دي اه فيه العاب نزلت مؤخرا غير هامرة لنسه كنت شايف النهاردو التحليل التقني بتاعها على البلاي ستشن وتصدمت انها بتشتغل ما بين سبعمائة عشرين والف وتمانين نفس الكلام مع ستار وفيه العاب مختلفة كانت تاعتها بتباماش بالنظام ده فان انتو شايفين الادين ان السيناريو الحقيقي اللي بيطلع قدامنا لأسباب كتيرة جدا ممكن ترجع لمشاكل بتحصل مع المطور او قلة خبرة او اي ان كان او المحرك بتكون مختلفة عن الكلام اللي بتقال اول ما الاجهزة دي بتنزل فانا ما عدتش مهتم بالمواصفات التقنية دي نفسها الاجهزة تنزل الالعاب تنزل وانا اهم حاجة عندي الالعاب ياريت ان احنا انا مستني نشوف المؤتمر اللي هو فيه اشعات عنه ان الالعاب هتتعرض من خلاله الالعاب تاع بلاي ستشن في نهاية الشهر ده وده اللي انا شخصيا مهتم بيه لكن الموضوع بتاع بقى الكلام عن الهاردوير والكلام ده انا اسف يعني انا ما عدتش مهتم بصراحة وشايف ان احنا نرجع تاني ان الشركات تعلن عن الجهاز وتكلم اكتر عن الالعاب من ساعة لما بلاي ستشن سري وهم بيتكلموا عن السيل بروسيسور ودخلنا في الجيل اللي بعده بلاي ستشن فور والأكس بوكس وان وخلائقات اللي بتحصل عن مين الجهاز اللي بيشغل فول اتش دي وبعدها خلائقات بقى المركبة اللي احنا شفناها مع الجيل الحالي الواحد يعني فعلا لا وارونا اللعب يا جماعة كفاية بالنسبة بقى الموضوع السعر سعر غالي جدا وانا عاوز اسأل وبكل صراحة هل في حد فعلا عنده قابلية حتى لو هو معاه فلوس بس هل هو حد فيكم ممكن يكون مقتنع انه هو رايح يدفع 700 دولار في كونسول وخلي بالكم الكونسول الديجيتال وبلو راي درايف منفصل وبيتبع بال80 دولار وحتى الستاند الحتة البلاستيك اللي بيقف عليها الجهاز برضو بتتبع الواحدة تقريبا 20 او 30 دولار يعني الجهاز ممكن يقفله 800 دولار من استريح هل حد عنده استعداد ان هو يدفع مبلغ زي ده في كونسول في حين ان انا يعني في نقطة مواعيانة انا عاوز اشوفها اللي هي هل الزيادة في الاداء في مقابل الزيادة في نسبة السعر هل هي منطقية هل هي معقولة زيادة السعر هي 55% عن بلاي سيشن 5 السلم الديجيتال وزيادة الاداء هي 45% فمقارنة الاداء في مقابل السعر الواحد بياخده الموضوع مش مقنع واحنا طبعا لسه احنا عندنا السيناريو اللي هو ان ممكن يكون في حالة ما بين البروسيسور وما بين كارت الشاشة واحنا منعرفش الموضوع ده هيكون ماشي ازاي لما الالعاب تيجي تنزل فالسونيا عملته مع تسعير الجهاز ده بيفكرني بالانفيديا كان بتعمله في مجال بتاع كروت الشاشة اول ما كروت بتاعت RTX 40 نزلت اللي هو اسلوب شركة عارفة كويس جدا ان المنافس بتاعها مش قوي لدرجة ان هم يخافوا منه واحنا هنا طبعا بالنسبة للموضوع اللي احنا نتكلم عنه المنافس هم من مايكروسوفت مايكروسوفت اساسا زي ما احنا عارفين يعني نوعا ما بتعمل انسحاب تكتيكي من سوق الكونسل حتى لو هم مش عاوزين يقولوا حاجة زي كده بس سوني انا شايف انه هو خلاص اوكي المنافس بتاعنا ما بيعملش اي حاجة بتخلينا ان احنا نحاول نوفر السعر نوفر الجهاز بسعر التنافسي وانا يعني عندي فضول ان انا اعرف الناس هيكونوا مقبلين يشتروا الجهاز ده ولا لا يعني قلولي في التعليقات السعر بالنسبة لكم هل هو فعلا حتى لو انت معك 800 دولار في جيبك دلوقتي هتروح تشتري بلاي سيشن 5 برو ولا نروح بقى الاخبار تانية وهو ان كان فيه تسريبات في الفترة اللي فاتت بالنسبة لان لعبة جي تي اي سكس من المحتمل انها ممكن تتأجل لالفين ستة وعشرين في مسربين ممكن يكونوا في الفترة اللي فاتت وخصوصا قبل ما يتم عرض الفيديو بتاع الاول تريلر من اللعبة كانوا قالوا تفاصيل ممكن تكون طلقت صح بالنسبة للعبة نفسها ونوعا ما يعني فوسط المجتمع بتاع اللعبة جي تي اي هم موصوق فيهم وقالوا ان اللعبة من المحتمل انها تتأجل لمدة كام يوم الموضوع بدأ يجيب ويودي في الناس لحد لما صحفي زي جيسون شراير وانا اعتقد ان اكتر واحد من ممكن احنا نصدقه شوية في الموضوع ده من ناحية الاشعاعات هو جيسون شراير لانه كذا مرة كان بيطلع يقول حاجات بمصادر ممكن تكون الموصوق فيها شوية من مطورين جوه روكستار وقال ان مفيش في الوقت الحالي اي كلام جوه روكستار عن تأجيل اللعبة بس في حاجة مهمة جدا هو قال ان مش شرط عشان فيه مطورين قالوا له من اللعبة ممش هتتأجل ممكن يكون فيه قرار مسلا من الادارة والقرار ده ما تقالش للمطورين او بشكل داخلي وسايبين ان الموضوع يعني يتم الاعلان عنه داخليا جوه الشركة في فترة معينة لحد دلوقتي طبعا يعني مفيش اي كلام رسمي ويعني انتم عارفين يعني طبعا الوضع بالنسبة للكلام حوالين اه من روكستار ذات نفسهم وانا عن نفس شخصيا انا مش هستبعد اي تأجيلات لان جزء من تجربة انتظار اي لعبة من روكستار هي التأجيلات فاكرين لعبة زي ريد داد ريدامشن تو تأجلت كم مرة وحتى جي تي اي فايف برضو تأجلت كزا مرة يا كمان جي تي اي فايف انا اعتقد انها تأجلت سنة لو انا مش غلطان او تأجلت ست شهور اه اللي تأجلت سنة هي كانت ريد داد ريدامشن ونروح بعد الخبر بعد كده وهو فيه شوية تصريحات من تشينجي ميكامي وفي واحد منهم تصريح كان غريب شوية يعني اعتقد انه كان متقطر شرب ساكي ساعة لما قال حاجة زي كده وهو بيقول ان بالنسبة له لعبة زي داينو كرايسس هو عارف كويس جدا ان في ناس نفسه من السلسلة دي ترجع هو كان بيتكلم بشكل عامل رأي الشخص يعني عشان محدش يفتكر ان هو هيرجع يشتغل على العب دي او حاجة زي دي فمهم هو بيقول ان هو عارف ان في ناس كتير جدا عاوزين ان السلسلة دي ترجع اجزاء جديدة او ريميكات او اي حاجة زي كده لكن هو شايف ان مع شعبية لعبة زي مونستر هانتر هو مش لازم ان لعبة زي داينو كرايسس ترجع تاني عشان يعني مونستر هانتر فيها وحوش شكل عام زي دايناصورات ودي حاجة انا استغربتها جدا اي حد لعب مونستر هانتر او اي حد يروح يتفرج على فيديوهات التريلر ستاعة اللعبة هابعارف كويس ان مش كل الوحوش اللي موجودة في اللعبة هيابارة عن دايناصورات دا واحد اتنين اللعبتين مختلفين تماما لعبة زي داينو كرايسس المفروض انها اللعبة سيرفايفل هورور اا او سيرفايفل اكشن زي مسلا لعبة ريزينت ايفل بس بدل ما بتواجه اا زومبيز بتواجه دايناصورات فالموضوع يعني غريب شوية ان هو يقول حاجة زي كده مش اكدب عليكم واه يعني هاريت ان احنا نشوف حاجة من داينو كرايسس تلكة زي كابكم يقدمت لنا اللعبة زي اكسو برايمل وهو ما بيعملوا لعبة زي اا مونستر هانتر يعني لا هو ما عرفش هل هو شاف لعبة زي اكسو برايمل ولا لا اللعبة اللي غفلتنا وكن لنا كنا مفكرين انها داينو كرايسس جديدة في اول اعلان لها غير كده هو اتكلم عن حاجة بخصوص تانجو جيموركس الستيديو اللي هو كان مأسسه اللي طلع منه قبل ما الستيديو يتقفل من مايكروسوفت وهو كان بيقول ان واحد من الاسباب اللي خلته ان هو يمشي من الستيديو ان هو حسن الستيديو في امان هو شاف ان اللعبة زي هاي فاي راش حققت نجاح على جميع الجوانب وكون الستيديو يقدر ان هو يعمل لعبة زي دي من غيره من غير ان هو يكون حتى متدخل فيها بشكل كبير وان هم ممكن يستمروا على حاجة زي كده دي حاجة من ممكن تضمن امان للاستيديو لكن كلنا طبعا كنا متوقعين نفس التواقع بتاع تشينجي ميكامي قبل ما الستيديو يتقفل وبعد كده تصدرنا حقيقة وعموما يعني زي ما انتوا عارفين الستيديو راجع في الفترة اللي فاتت تحت ملكات اه كرافتون الشركة الكورية نفسها واتكلمنا عن الموضوع ده كزا مرة لكده بعد كده ريميدي جيمز اعلنوا عن تعاون بين ومبين انا بورنا انا بورنا اي حد بيحب الالعاب مستقلة هيكون عارف الالعاب اللي هما بيقدموها يعني الشركة دي غالبية الالعاب اللي اللي بتقدمها بالنسبة لي ممكن تكون من افضل الالعاب المستقلة لنا لعبتها لكن في تعاون اه مالي مبين وما بينهم عشان يتم انتاج الالعاب اللي جاية في العالم اللي هو المشترك ما بين الالعاب تلكنترول والان وايك حاجة زي كده قالوا ان هما عايزين يعملوها عشان يضمنوا الاستقلالية بتاعة الستيديو وغير كده برضو ان هما عايزين يوسعوا العلامات التجارية بتاعة الالعاب اللي بيقدموها لانها تشمل افلام ومسلسلات وافلام ومسلسلات تكون من انتاج انا نفسهم. موضوع الافلام والمسلسلات انا بصراحة مش حابب ان العالم بتاع ان هو يفضل يتوسع بشكل كبير جدا ان هو يفضل يشمل اه تانية او مغتر في هي تانية. الموضوع موك يكون يلخبط شوية لبعض الناس لحد دلوقتي انك انت عندك كزا لعبة مطلوب انك انت تلعبها مثلا قبل اه دي لسي ده لأ والدي لسي ده اه طب اللعبة دي كانون واللعبة دي مش كانون اه ونسيت اقول لكم برضو فيه رواية يعني رواية يعني برضو موضوع كانون ده حواليه ونقاش والكلام ده فلما انت تيجي تحط بقى مسلسلات وافلام الموضوع بيبقى عامل زي مسلا اللي ديزني بتعمله اه في الوقت الحالي مسلا مع العالم بتاع او العالم بتاع مارفل اللي هو عشان انك انت تتابع مسلا اي حاجة معينة مضطر انك انت بتقعد ترجع لحاجات كتير تلاقي كلها متصلة ببعض وان في اعمال معينة تتعمل عشان خطر انها تفتح مجال مسلسل ولا فيلم عارفين انت اللي الاخباطة دي اه انك انت عشان تتفرج على فيلم عادي مضطر انك انت تقعد تذاكر اه تجيب كانك بتجمع ما لازم قبل امتحان هو ده نفس الكلام يعني انا مش حابب حاجة زي كده ياريت انهما يكونوا مركزين على الفيديو جيمز نفسها اه بعد كده بالنسبة لديستني ديستني تو اه بكل اختصار كده بانجي تكلموا عن ان مستقبل اللعبة مازال مستمر اه من بعد الحصر في الفترة اللي باتت الاستيديو عدد كبير جدا من موظفين تم اقاليتهم وانتوا عارفين الموضوع اتكلمنا عنه كذا مرة لكن هما اعلنوا عن ان الموديل بتاع الاضافات في الفترة اللي جاية هيكون مختلف شوية ان هما مش هينزلوا واحد بس في السنة انما هينزلوا اتنين بس كل واحد هيكون متوسط في الحجم يعني متوسط في الحجم دي اه معناها ايه انا مش متأكد بس اه فيه ازا ما قلتلكم اتنين متوسطين في الحجم بالاضافة ان هيكون فيه اربعة تحدثات كبار في السنة اه فمتا يعني هما ازا ما قلتلكم ان الاول هيكون اسمه ابولو والاكسبانشن تاني اسمه بيهيمس فدي الاسامي اللي هي الممكن نقول المؤقتة بتاعت الاكسبانشنز نفسها غير كده في واحد من المطورين في بانجي على حسابه على اللينك دين اتضح ان هو شغال على مشروع اللي هو مفروض كان فيه تعاون ما بين بانجي والنت ايز لانتاجه يعني مفاكرين بقى زمان لما كان في صفقة حصلت ما بين بانجي والشركة دي ونت ايز وفرو لهم حوالي تقريبا مئة مليون دولار تمويل لتطوير اللعبة المعلومات اللي ظهرت على حساب اللينك ده ان الخاص بالمطور ان احنا قلنا عليه ده اه بتقول ان اللعبة هتكون ام او ولعبة موجهة للموبايلات يعني تقريبا زي ما قلتلكم ان بتاعت ان بانجي تحولوا لبلايزرد بتبتدي انها تكمل بحيطة ان هم يعملوهم لعبة موبايلات بقى زي ما حصل مع اه على سبيل المثال بعد كده كونامي عارضوا زي مقابلة مع المنتج والمطورين اللي شغالين على لعبة متل جير سوات سري الريماك وعارضوا شوية لقطات جديدة من الافتتاحية بتاعة اللعبة ولقطات من الجيم بلاي انا استغربت بس من حاجة واحدة في الجيم بلاي الجديد اللي هم عارضوه انه هم اه تقريبا لسه محتفظين اللي هي اللي هي النقلات ما بين كل منطقة والتانية في المراحل بتاعة اللعبة اللي هي تروح مخليك اه تفصل الجيم بلاي عنك والشاشة بتسود وبعد كده بيقول لك اسم المنطقة بيكتب لك اسم المنطقة نفسها وبعد كده تروح للمنطقة اللي بعدها او بيدخلك على الكاتسين الموضوع ده انا كنت مفكره من هم هيشلوه عشان يخلوا المراحل كلها سيملس ومتداخلة مع بعض اه مش عارف هل دي حاجة ممكن تكون في اللاجي سيمود ولا لأ اللي هو اللي بيقدم تجربة اللي هي كلاسيكية للعبة نفسها اه لكن هم اكدوا ان اللعبة هتكون قابلة للعب في توكيو جيم شو واتمنى مع حاجة زي دي ان هم يقولوا معاد نزول اللعبة من محتمل كده شكلها يعني هم بيقولوا خلاص اللعبة قابلة للعب بين البداية للنهاية وفي نهاية مرحلة تطورها فقط ياريت بس ان هم يختاروا لها معاد نزول محترم منلاقيش اللعبة نزلة عاملة هيلو جامب في وسط العاب كتيرة والعاب انا ممكن اكون شخصيا مستنيها من فترة انا كنت اكلمتكم عن لعبة ودي لعبة كان تم الاعلان عنها من ده استوديو بيعمل الالعاب وكان سبق وعملوا الالعاب بتاعت سلسلة وكنت لتقولكم الالعاب دي ممكن تكون مدخل كويس جدا للناس اللي بتحب الالعاب واللعبة الجديدة بتاعتهم عارضوا فيديو منها ممكن يكون كان فيه لقطات جيم بلاي بسيطة جدا وهي واضح انها هتمشي على نفس النظام بتاع العابه من اللي فاتت وهما بيقولوا ان اللعبة هتكون سايبر بانك هورور ار بي جي اه مجمعين كزا حاجة مع بعض يعني اللعبة هورور ار بي جي او لعبة راب يعني عملا دي حاجة ممكن يكون انا عندي فضول اشوف هو هيتقدم ازاي وفي الفترة فاتت بالنسبة اللعبة بالدرز جيت يعني كان كان دايما عملين يقولوا ان هما بالنسبة لهم باتش رقم سبعة هيكون هو الاخر حاجة هيقدموها للعبة وكده الموضوع هينتهي بالنسبة لهم ويبتدوا ان هما يركزوا على اللعبة الجديدة بتاعيتهم او اللعبتين الجداد تحديدا لكن اعلنوا ان ده مش هيكون اخر باتش للعبة فيه بتشات تانية هتنزل في الفترة اللي جاية وهو هتضيف حاجات ممكن تكون مطلوبة من الكميونيتي بتاع اللعبة اه ودي حاجة ممكن تكون كويسة يعني في حين ان اصلا باتش سيفن انا اتفاجئت من ان هو مش مقدم نهاية جديدة بس ده مقدم نهايات نهايات كلها يعني الناس كانوا عاوزين ان يكون فيه نهايات كلها شر اكتر فهم اعملوا حاجة زي كده بالاضافة ان الباتش ده اعمل حاجات ممكن تكون كويسة من ناحية انك كنت ممكن تستخدم القواعد بتاعت الانر مود الانر مود ده كان ممكن يكون مستوى صعوبة عالي جدا بس لو مود هتعيد بلايسرو كله من الاول فلو انت عاوز تعمل صعوبة مخصصة وتعدل عليها وتجيب القواعد بتاعت الانر مود وتحطها في الصعوبة المخصصة دي دي حاجة انت تقدر تعملها بكل سهولة بدون بقى انك انت كل ما تموت تعيد اللعبة من الاول خالص فدي حاجة كويسة جدا ده بالاضافة ان فيه القدرات اللي هي دلوقتي بتأثر على النهائيات بتاعت اللعبة انا عامز على لعب اللعبة تاني يعني من بعد حاجة زي كده ده بالاضافة ان هم طبعا قدمين دعم للمودز ودعم المودز ممكن يكون ضخم جدا لحد دلوقتي وفي مودز كتير جوة اللعبة انت بتفتح المودز جوة اللعبة وطاقة تختار وطاقة تشوف انت عاوز تعمل ايه لكن دلوقتي على البي سي فيه اه تولز بتاعت المطورين فيه ممكن تتفتح وهي حد ممكن ان هو يعمل مودز بقى او يعدل على اللعبة زي ما هو عاوز ودي حاجة انا مش عارف هم هيسيبوها للناس ان هم هيعملوا حاجة زي دي بروحتهم ولا لأ آخر حاجة هنتكلم عنها هو بالنسبة لعبة استروبوت ويعني انا بستغل الخبر ده ان انا هعمل زي كده ان انا هخش على المراجعة بتاللعبة امتى عشان اعارف ان فيه ناس منكم هيسألوا عن المراجعة بتاللعبة بس فيه آآ كلام من بعض الصحفيين ان مفروض ان اللعبة هيكون لها اضافات في الفترة اللي جاية والاضافات دي هتشمل مراحل آآ بتاعت وتحديات آآ ودي حاجة انا عاوز اقول لكم انها من بعد لما لعبت اللعبة وخلصت اول آآ تلات مناطق خلصتهم مية في المية دي حاجة لم يكن مرحب بيها بشدة بكل اختصار اللعبة حلوة جدا اللعبة فعلا تستحق ان انتو تلعبوها يعني بقولها لكم من دلوقتي آآ يعني المراجعة هتكون على بقى عن مناقشة كده او ايه رائي عن اللعبة لكن لو انت عاوزين انتو عارفوا اللعبة تتلعبوا لا لا يعني ضروري ان انتو تلعبوا اللعبة آآ اي حد بحب بلاتفورمرز يلعبها آآ حتى لو انت ببتحبش البلاتفورمرز جرب يا اخي يعني اللعبة في الممتعة جدا فبس يعني انتو اكيد عرفتوا يعني المراجعة اللي جاية لللعبة ان شاء الله وانا زي ما اقول لكم انا مستمتع جدا باللعبة وآآ مش عاوز اكرويتها خالص اي حاجة بشوفها قدامي ممكن تتخلص في اللعبة بخلصها حتى التجمعات مش عارف انا حسست كده ان انا رايح على ان انا اجيب البلاتنم بتاع اللعبة فبس فمتلا اتمنى اكون الفيديو ده اعجابكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة